السلام عليكم من اليوم بجابكم مقطع جديد اليوم بجابكم مقطع ما ينكروا جديد اذا ما بده مقطع زر لايك واشتراك خلونا نبدأ في المقطع انا حاليا في المكان هذا لاني تعبت جدا جدا عشان اجمع كمية غولد مبطبيعية وقت طويل عشان اجمع بس حق غولد انكرت يعني اغلبكم قال اغل السعر فقررت اني للعين ما سويت اني جبت القروين واني سويت المكان السوق الشعبي هذا لاني بسوي البيت هذي حروح والمفروض اني اسوي شتوق الشعبي فحاليا خربت البيت زي ما تشوفون لا نوريكم كيك شوفون الدائرة الكبرة دي طبعا هذا البيت احتمال اني اشيل ستون هذا ما ادري كيف بيكون هل بيكون كده على الهواء ولا بيكون بطريقة ثانية ما ادري بس هذا المكان كامل اشتدرت هذا كامل من قدام وحتى ورا حاولتني اوصلهم خلونا نوريكم ايوه وصلتها زي كده يعني زي هذا بلكات الاطراف راح تكون كونكريت غري والباقي كل غلاس من فوق ومن الجوانب فا اول بلكة راح تكون كونكريت وهنا اخر بلكة راح تكون كونكريت لاني انا في الحلقة اللي راح تقلت رياب اللي مسوي الهدية صار ريل مسوي هدية انا اسف يا ريل بس والله العظيم ما كتدري مين اللي مسويها فا خلونا نشوف الجزر كم اوكي وش هذا الجزر كده ايه صح نسينا نسينا اهم شيء اغلبكم قال ليش تحاط انت الترب دور ومدريش والقر وش هذي في اغلبكم بعد قال ليش ما تخليها دورين والله يفكره بتجيب لي الجزر مرة كثير لكنها متعبة شوي صراحة متعبة متعبة انك تجيب القرويين تخليهم فوق ذا وتخلي القروي في النص وزي كده متعبة فبنضطر نسوي الصوق الشاي بحق تلك علينا يلي مدني متى سوية منفرض اني هذي حلقة بس هذي حلقة لازم نسوي هذا الشي اللي بيسوي معكم فهذه حلقة بإذن الله أنا كمًا رقت هذا الحلقة هنه натخلون اقل للسحول هنا عمرا في هذا المكان اللي تشوفوا قا دي كل القولد يعني نفقت وقت طويل علشان هذي 36 بعد اقلت أفقت وقت طويل يعني هذه مجمعة من امس تخيلوا يعني يومين عشان اجمع هذا الكمية من القولد أنا ودي أسوي هذه حقة الغولد الحين لأنه غالباً غالباً أنه بيكون مليان اللي هو هذا يا أخي مهادي الميتة بسويه شراكم فضيه خليه هنا لأنه بيكون الوضع الحين ما معنى أصلاً شالكرات فكذا منكبين شوي نحتاج شالكر عشان ودي محل الجزر ونرتاح لأنه حرفياً حرفياً عندنا شالكر الأخضر وهذا البنفسجي هو الأحمر ذا بس وقع لنا كذا لأنه حتى خنشوف هنا ما معنى أي شالكر هنا ما معنى شالكرات بعد بدين نشتر من عبادي لكن ما أحس لنا يحتاج حالياً فأخلونا الحين نبدل أو نعبي هذه المكانين بالجولدين كاروت أتوقع أن هنا بي أوكي فنأخذها كاملة ونعبي هنا ونعبي هنا احتمال أن يكون الباقي من القرويين يعني هنا مثلاً يكون كلهم مثلاً حقين جزر هنا حقين إضاءة هنا حقين دروع زي كذا فهمتوا الأشياء اللي مر مهمة بحطها تحت وكثر منها مرة عشان يكون فوق من المدلة يشتر من التجمع هذه عشان يكون فوق اللي هو هنا يكون قرويين كذا بشكل صغير منها ما يكون مكان كبير ومنها في نفس الوقت أن يكون مكان مرتب يعني ما أبغى يكون فوضى وكبير بزيادة وحالياً ملينا شالكرين مثل ما تشوفون كذا شاركر 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 لاولي ما ضغط لايك يضغط لايك يعني خلن شوف كم موصل كذا من لايك نأخذ الشاركر الثاني هذا ونعبيه بكل الألوان اللي معنا غضبكم قال الفروغ لايت هي تعتبر غالية بس لو تفكرون فيها هي أوكي غالية 2-3 يحبها بـ 1 كرو كوين لكن الأشخاص اللي يشترون الفروغ لايت يشترونها عشان بس ينورون المكان بشكل بسيط يعني مستحيلنا يروح يشتري ثلاثة ستاكات شي زي كذا عشان كذا أضطر أني أخلي 2-3 يحبها بـ 1 كرو كوين فلازم نحن نعدل السعر من جديد ونحط لوحة قدامه طيب خلونا نشوف هنا 10 1-2-3 5-6-7-8-9-10 10 كرو كوين ما شاء الله والباقي ما نوخذ مننا شي يعني بس هذا اللون الأخضر يعني اللي يقصد اللون الأخضر اللي هو الشالكر ف32 والله شي جامد صراحة باقي بعد نص ستاك كذا ما ليناه مجديد نروح نمح الجزر غالباً مح الجزر مخلص غالباً لأن على طول يخلص يعطوني رأيكم البنرات آخر شي سويت اللي حطيت البنر باللون الأبيض بس يوم قلبتها سويت طلع جامد وغلبكم قال ليش ما تشيل هذا الشي لأنك كنت تنافس سياسر قبل وتخليه تصميمه شي خرافي باحتمال أني يخليه تصميمه زي كذا بس كمبنع لكن المباني هنا مرة كبيرة وملاقي لقافسبون فأشا كذا متردد أني أسويها ولا لا لأنه مرة 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 مكان ممتلي وهذا المكان إن شاء الله قريب بن زينة لأن هذا ونشوف عادي شي نسوي وحتما في نهاية حلقة هذي تكون فيه الفايت حق الأرينة حق السبيد بيني وبين ذياب نهاية حلقة أوكي ما أخوذ منه استاك بس مو بستاك ثلاثة استاكات هذا فاضي هذا فاضي أوكي يعني مفروض كم تسعة تسعة ثمانطائش وهذا تسعة طائش خلونا نشوف تسعة طائش حر كرو كوين والله شي جامد طيب خلونا نغير السعر ونكتب السعر الجديد سعر جديد سعر جديد سعر جديد سعر جديد ونضع إناراء زي كذا كذا نقدر نعبي المحل زي ما نبغى بس بيبقى هذا اللي في النص يعني حاليا معنا شلكرين هذا الشلكر الأول خلونا نعبي نسوي كذا إذا جاء منافس عد وقتها نغير لأنه حرفيا الجزر متعم 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 بشكل ما تتصورونه أفك في المكان حق هذا القرويين عادينا أفك أوقات طويلة عشان نجيب القولد بعض الأيام يكون القولد في شخص فأفضر أني ما أفضل ما أجل للهذا قروش بشكل مبطبيعي أعطوني رأيكم عن هذا الدخل اللي هنا ما أدري حسيت أنها أفضل من قبل حطيت كلنا حرف الاس وهنا حرف الاس مقلوبة وحطيت سلاب سلاب فأعطوني رأيكم لأن أغلاء كنا نقال قزاز مبك كويس فهنا الأغراض حقت الريدستون مجهز كل شي بس لنا يبغى لها وقت صراحة ويبغى لها أني ما أجب العيد ما أنا هذا عجبني مرة أتوقع أن يبيع الخشب الأزرق خلونا نشوفه يب يقول لك سعر مرة كويس بالنسبة للخشب هذا اللون غريب في نفس وقت جامد والله جامد طيب خلونا نروح لمنحل لهذا ونفكر عاد وش نسوي بالضبط فأنا هنا ما حطيت سعر فأمس جيت وحطيت سعر وتفاجأت بشي يعني حطيت عرض أي شباب أي بنار بثني كرو كون وإذا خليت ثنين يجيك بنار مجاني ثنين ثالث مجان يب في أحد شراء ما أدري مين صراحة كان في ثلاثة هنا شراهم حط ثني كرو كون أوكي نقبل بالسعر ما عنا ثني كرو كون بس نقبل بالسعر لأن ما توقعت أن أحد يشتري هذا ما توقع أن أحد شرا يب ما حتراه هذا شراه أحد بعد هنا ما حتراه متفاجأنا بعد إن في طلب عادل كتب هنا نبي ستايل ياباني ومرة قوي وفي لوفي وون بيس بعد تقريباً أحتاج تسعبات ستايل ياباني وقوي وفي لوفي وون بيس ما أدري هل كلهم يبغاهم في بنار واحد أحس إنه مستحيل راح أكلمه بإذن الله واشوف هل يبغى يعني زي قبة لوفي اللي يسويتها الأوسومس أعطيه إياه فهل يبغى القبة حق لوفي ولا يبغى لني أسوي له شي جديد ويبغى بنارات منوعة زي كده ما أدري صراحة فراح أسأل عادل واشوف ماشي يبغى بالضبط والله العظيم استغربت إن في أحد شراء استغربت إن في أحد شراء والله محصول جميل يعني ثلاثة وثلاثين كرو كوين اللهم لك العنف اللي ما أدري أن في منطقة جديدة هنا لو شفت مقاطع الشباب أني اللي سوى هذه والله العظيم ما ما ودي أذكر رسم وأجيب العيد زي الحلقة اللي راحت هنا مبنى ذياب هذا توقع لها حق الكونكريت وهذا مبنى سبيت ما أخذ ظني حق الكوارتس ما أدري هو عباه ولا لا خلونا نشوف لا والله ما عباه دفع هنا يعني علي أنا أسف ولله جبت ريد لن هل محق كان هنا؟ أوكي اوكي، ما أبغضت ما أبغضت ما أبغضت ما أبغضش Commissioner و nodig ولله جبت العيد والحمد للأني ركعت الموضوع ماذا هذا؟ يا رب ان عبا تكفى يارب أن نحتاج كونكريت والله أوكي حط الإلوان هنا ان نشوف No yg re حلو حلو كم نحتاج؟ ستاكين وونكرو كوين هذا ما سماح ستاكين وونكرو كوين ناخذ أربع ستاكات حط ثنين بنضطر لنقلب هذه الى كونكريت عادي مو باودر عشان نسوي فيه الحدود هذه حقة المبنى حقنا طي بعد ما خلص مثل ما تشفون حطيت كلها كونكريت هذه الخطوة الأولى الخطوة الثانية مادري وشي الخطوة الثانية بتخسرني كثير يا شباب والله بتخسرني واجد هذا الشلكر بتعبه بشي يا رب ان يلقي حتى يا رب والمحلات والمحلات تشفوا أيوه هذاك هذاك تشوفونه يوب هذا هو يا رب انه متعبي يا رب وغالب انه فاضي شوي ان شاء الله لا اوكي 64 حبة بثنين كرو كوين ستاك بثنين كرو كوين فنضطر ناخذ كم معنا هنا هذه فيها 27 خانة فناخذ واحد نين ثلاثة أربع 16 16 16 حبة بثنى 16 حبة بثنى 16 20 إليه نملي هذا الشي يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا الطفرة اللي بنت بحطيت هذا بالغوط اوكي 27 حبة يعني بأدفع حاليا أغلى شي شريتا في ستيرفر والله أغلى شي 27 ستاك 54 كرو كوين 54 كرو كوين يا ساتر والله العظيم كبير يا هل كبير ودي روح اجمع بس لأسف في الوقت مدهمني مرة نحطين 54 حبة كده دفعة واحدة انا ضيعت حتى من قوة اللخمة اوكي اللهم لك الحمد ما خلص لو تشفوش سويت كل هذا طبعا كل هذا المكان راح ينشال كامل اذا تأخرت الحلقة انا اعتدري يعني بس عادش نسوي لازم اننا نتأخر الحلقة ان المحتوى يحتاج وقت والله يحتاج وقت مرة يعني بديت تصوير ترى الخميس سوت كم شغله بعدين الجمعة السبت الحين اصور وبكرة الاحد بصور اشياه لكن لازم اشيل الجبل ولازم اشيل هذا الشي الوحيد اللي بخليه وهذا ستون طبعا راح ينشال بس بيبقى البيت هذا شوفون الشلكر اللي كان كيل للقلاس سوت فيه هذا لو تشوفوا المنطقة هنا يعني بدأت من هنا اوكي بديت بديت وخلصت خلصت هبعي شنستاكو اوكي هذا بانشال طبعا الاسم ما راح ينشال باذن الله يعني اوه ما حط المكان زيه بالضبط او يمكن اصمم تصميم ثاني ما ديش بسوي بس هنا الغرفة هذي راح يكون لها باب توقع واحتمال او لوحة عشان ما تدخل الموية ويكون هذا المكان زي ما هو بالضبط باذن الله فبعبي شلكرين ساند وباجي اطبخة هنا باذن الله طيب حاليا معناه شلكرين لو تشوفون الشلكرين هذولي كلهم ساند اوكي اذا ناقص النجول اللي تحبب بس يعني جمعت لقدر عليه ونحتاج حاليا نطبخ فهذا المكان حق سبيد يجب تطبخ ثمان ستاكات من اي شي بحبة كروكوين واحدة ممنوع تطبخ اقل من ثمنية نطبخ اللي معنا 1 2 3 4 5 15 16 17 18 13 20 يعني هذا النص ستاك خلوها معنا لنا نطبخ 26 بلوك بالضبط فنحط 64 لخيرة ونشيلها حطينا 53 ستاك فخلونا نناقض كل الاغراض اللي هنا ونشوف كم يعبي بالضبط هل فيه مفقودات ولا لا خلونا نشوف والله الصراحة فيه فيه مفقودات يعني مفروض يعبيلي الى هنا ناقص ستاك وكم حبة وعشر حبات طيب اذا ما تشوفون الحالية رجعتلكم سويت شغل يا ساتر والله كثير مرة دردتني سويت او صلحت البكاكس والشفل والله ما دي كم مرة صراحة مرة كثير الشي اللي جيت هنا عشانه او بديت تصوير عشانه اللي هو هذا الشي راح نشيل وبوابة النذر حقتنا يعني معنا هستو مور طيب ان شاء الله بنفس الوقت لازم نشيلها عشان بس نفضل منطقة حقتها وبعدين نقدر نبني زي ما نبغى النذر اللي نبغى هذي اللي نبغى عجبتني فترة معين بعدين خلاص ما ما بديت تصيغ هالدرجة اني صرت ما اروح النذر ولا اروح ولا اجي لما اصلا جوسوت رذكرت لوبسيديا بس ما انا هست ما انا هست سعيف ثاني اللي بنشيله هذي الشي جينا عشانه كسرت الصفة الاول وقدت لازم اني اصور معكم وانا اكسر الصفة الثاني حق هذا المكان احتمال اننا نسويه مجديد باذن الله او اذا عندكم تصميم ثاني اعطوني اياه غالبا اني بسوي زي هذا غالبا يعني لان هذا عجبني مرة والاسم ما حطيت اللي اسم واحد مثل ما تشوفون هنا اللي هو سلاث واخيرا رجعنا لكم بعد فترة طويلة الفترة اللي راحت لأسف يعني ما قدرت تسوي شي بسببت اني سويت عملية ثاني فما قدر استخدم الجهاز ولا شي حتى الحين يعني ما قدر اصور لكم وجهي لاني مسوي عملية الله يسلمكم جميعا عموما خلونا نكمل كتن ما صار شي اغلبكم شاف مقطع ريان اللي نزل الاخير اللي هو ساعة كاملة كان مصور جزء من هذا الشي وانا سامح لي يعني لا يجي احد يتهجم يقول ليش يحرق علينا ولا يش لانكم ما هدروش بسوي اصلا يعني اوكي دائرة بعدين ما هدروش بصير مش ما بصير استخدمت قلاس غير اللي خذيته من عبادي وما كفة يعني ما قللي ثلاث حبات هذي بس يعني هذا كان فيه اذا وحتى عندي البنفسي كان فيه بعد قلاس وخلص القلاس كامل طريت حتى النشتري كلي معلش كونكريت مرة ثانية خلص ستاك شوي يعني بيخلص ستاك ثانية الامانة قاعد افكر نشي لهذا الشي لان مخرب القلاس يعني القلاس ما يمديني ادخله هنا وبنفس الوقت لو تلاحظون طالع برا ففكرت فكرة ما ادري هل بتضبط او لا اللي هي ان يحط مجسمات مثلا دولفين مثلا اكي كنا طالع من البحر ذيلة برا ويكون الجسم داخل ويكون هنا مثلا دولفين او قرش او اللي هو بيكون مجسم كبير شوي بس حسننا قاعد ياخذ مكان بشكل مطبيل اي صح حتى رحت مع رأيان للوردن اتوقع شفته في حلقته بريكم بعض الاشياء اللي جبتها من هناك اول شي حب الدايوند عندنا هذا الهو هذا الهو الاول سلك تتش وميندينج هنا الهو الثاني ميندينج وفشنسي اي بي ودي دمج مع بعض بس ما حسن انه يحتاج لازم اضيف عليهم بريكيك 3 هنا عندنا الامبولنج ما احتاجه الكتاب شاربنس في وهنا كتاب سوفت سنيك 3 هذا الكتاب جدا مهم رح ناقض الحين ونروح لسبون عندنا اربع انتشانتينج اللي ما يدري اجبت ستة وعطيت اثنتين ريان هنا سادل هنا نيمتاك هنا التوتم اللي ايضاني يا ريان عشان قبل ما اروح الوردن عشان ما امود هنا الدايموند هورس وهنا راس الوردن وهنا بس خلاص هذا بعض الاشياء اللي جبتهم من هناك خلونا نروح هنا لسوان او خلونا نروح هنا نرقفوق اول شي ونحط هذا الشي على البنطرون نضيف عليه سوفت سنيك ويطلع لنا سوفت سنيك 3 وشفايدة سوفت سنيك 3 راي خلينا نشفت في نفس الوقت خلينا نسرع فالفكرة من الاضافة هذي لسوفت سنيك لو تشوفون كيف هنشوف 1 2 3 4 5 هذا وانا عندي هيس 2 ترى هذا وانا ما لبست البنطرون فخلونا نشوف لو شلنا هذي كلها ولبسنا البنطرون كيف بتكون البنائة بلا شوفوا شوفوا الحركة اصلا والله سريع مرة يعني بدون شوفوا كيه يا ساتر يا ساتر حسوني ما شفت بس خلونا نشوف البنائة اوكي يا ساتر والله الفديو ممسرع يا شباب والله الفديو ممسرع يا ساتر شوفوا كيف كمية البنائة هذي لو جبتها من زمان كان والله يبا اختصر شي كثير من اللي بنيته ومن اللي كسرته شكل مبطبيه والله العظيم شي سطوري خلو نروح لسبون ونشيك على محلاتنا لني جيت الحين بعد كم يوم حرفيا سحبت الفترة بسبتني ما اقدر اشوف شاشة ولا اقدر اشوف فضاءات ولا شي حتى لايحين ما اقدر اشوف فضاءات لكن يعني لو تشوي شكل حاليا لابس نظارة شمسية قاعد العب هذا ما نوخذ منه شي هذا يا ساتر 4 استحب 2 كرو كوين 3 4 5 6 6 في 2 12 كرو كوين نحط 12 كرو كوين هنا والله ممسوح المحل ممسوح دعوني أوريكم على أكرم وراء انا شلت النظر اللي هنا ذكرت اني اضيف النظر ولكن تشوفوا المساحة اللي كسرتها والله مساحة كبيرة مر 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 درجة مات صورة سيني إن المكان هذا يعني أنا كسرت إلى مستوى البحر همفروض اني اكسير إلى هذي بس في نفس الوقت لو تشوفون هذا المكان الذي تحت اللي existe اللي كنت اقولكم اني بضيف في القرويين ويخلي فوق قرويين وibilidad بس أغرب قرويين ولكن pallin я от 나쁜 قرويين لهم الحياة هنا كبيرة وبنفس الوقت والداخل المربع الدعرة هذه اللي هي الحوض تقدر تشوف القرويين من هنا بيكون منظر رهيب جدا وبنفس الوقت عندنا مساحة مرة كبيرة هنا مساحة مرة ضيقة احتمال نكون ننقل كل شي هنا عندنا منظر كبير مرة وهذا المساحة اللي كنت احتاجها قبل يعني المساحة اللي قدام كانت ما تكفي فيما كسرت هذا المكان كسرت الجبل وكسرت اشياء كثير متأخرت عليك في حلقة صار عندي مساحة مرة كبيرة فعطوني رأيكم اشي يسوي هنا ما ادلش بيكون صراحة انتحت هذا الاشياء لكن خلص بس ونرجع لكم باذن الله بعد ما اخلص الدائرة كاملة وبعد ما نضيف القلاس على الاطراف فالوين حاليا خلصنا من كل المبنى اضطينا القلاس على كل شي يا رب اني ما انسيت بلوكات وفوق هذه البلوكات شوفوا تحمست انا والله جمعت مرة كثيرة يعني شريت من عبادي كل عنده جمع منطقة اسمز منطقة الاستاند وما تشوفون جمعت كمية كبيرة مليت شلكرين هذولي وفوق كده مليت الشنطة ومليت الابنتري وراح تعمل مكان سبيد وطبخت في الفران حقته الفران السريع اللي في اسمون راح نشيل هذي كلها نخلي هذي الفتحتين هذي اللي هي اليمين ولي سار وراح نجيب خشب عشان فنسوي منها ثنتين عشان تطلع ست ونحتاج اربع بس فنحط الوله هنا الثاني هنا والثاثة هنا والرابعة هنا هذه الاشياء راح نشيلها لانه راح نشيل هذي المنطقة كاملة عشان وسعها صراحة طولنا عشان سوي اللي سوينا الحين وبرضو اللي الحين ما خلصنا شفو هذا الجهة وباقي اللي تحت هنا ما ضبطناها حاليا بخليكم على الفايت اللي مع ذياب وبعدها نرجع لكم نوريكم مش سوينا بالضبط لانه غيرنا اشياء مرة كثير فعد الفايت خلكم متجاهزين طيب الحين رجعنا لكم مع الفايت الارينا حق سبيد موجودة وضدي ذياب زي ما قلت لكم قبل يا اهلا وسهلا هل انت متحمس ولا لا ملا خير يعني والله يشوف انا قاعدة حاطف خطة في بالي انه كل البطرات بسيف رفوز فيها فزت بحق التنين بقيلي الكيفينج وبقيلي ذي فاودي انه كل البطرات بسيف رفوز فيها ايوا ابغى فوز فيهم كلهم ما رجع خليلي هاذي ورحفز فيها بيرد والله انا صراحة يوم شفت دياب ضدي صراحة اني خايف والله يشوف وانه برد ترك يعني اطغل تصويري يعني يصير فاقرب وقت عشان خلص وادري اني من هزم من الاخر اضع كده ما ندري ما ندري ما ندري فالفايت من خمسة اخر مرة لعبتنا ياسا لعبنا ثلاثة سرى يعني فست مرتين ذا الحين لا بستو في ثين اللي خمس اقيم انا بدي يجني دروبات ليش ما ادري خلني نقلل هذا ترسافر قاعد يدردب مرة انا احسبت من جهازي والله انا احسبت من جهازي طيب لا لسير فاق يلا عد ثلاثة ثلاثة واحد بسم الله لا اصبر ماذا تفعلني vier ماذا تفعلني ماذا تفعلني ماذا يفعلني الخلاص اعطيتها الص geldi ولماذا تفعلني قديم اعني حسناً، فأنت تطق ثم ترجع تطق بالبوء نعم، أنا أطقك بالأكس أكثر الشيط لا تستطيع تصد فيها الله أي مشكلة والله أنا على قلبين، أنا قلت استناست أنك لفيت ما ضربتني أنا قمطت من العافي عام صارت ثلاث قلوب قلت، شفي ذا ما يموت ذا مليت أن أطقه والله كنت على وشك والسيف ترى مقارنة السيف درى دمج وستة الأكس دمج حقه التسعة دائماً أقول هنا دي دمج تسعة يعني عارفوا شو يعني سيف دائماً تشرب آيفي والله يشوف يعني أنا دائماً أني أقول بطق فيه بطق فيه وانسا حط طبعي وحط بالي أني بطق فيه شايف الاتصال باستشارة واحدة فيه لاك؟ ما عندك ولا؟ يوم متجاني لاك ما طبيعي ثري تو وان جو يالله يالله بسم الله أوكي أصبر 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 جد جذهب السياح ما حسيت؟ أنا تقريب لفه ولم ضرب واللهطر وضرباً غبيا لا ألو ألو ما هو واللهيا والله دربات جافي ولله حالة لتبع أخي أفضل مركب يا ساتر والله لحظت حاجة صدت بالشيلد ضرب السام حقك ورتد عليك كتر خمس قلوب ونص دمشتني في الاخر واحدة تدري؟ ايه عشان السام حقك ورتد عليك وقتك ضربه بالاكس يا ساتر يا ساتر طرع الفرص يا إخوان قاعد يجيه دربات وقاعد أستغل الفرصة كده ما فيه يا إخوان ما فيه نزاها في الفرصة يا رجال أي ركض اللعب وقف كده فجأة 3 2 1 اذهب والله يشوف الفايت الأول كم ضرر صعب الثانيات ما هذا خلاص الظاهر لا أتوقع أنه فيه لا يا أمت الموتى الأولى مدري صار بالجهاز والتصوير مدري مدري هم يشوفون زين ولا لا أصلا بس الفات مبروك عارف أنك تفوز يعني سواء بدعوبات لا بدون يعني خبرة فايت نستغل الفرصة على التحديثات الجديدة مو التحديثات القديمة لا يوجد سيفة النار أو فلينت لا يوجد سيفة النار أو فلينت لا يوجد سيفة النار أو فلينت نسيطر عليهم نقلوا على القديمة يعني أنت تباري يا عادل يا عبادي هذه المشكلة أنا أريد أن أقول لهم حركة وشي أقول لهم خلصوا أنتم بجهتكم هذا أنا خلص الجيئة حقتي فهمت؟ يعني أتأهل أنا هنا تروفنا ريفليكس مجموعاتنا مين؟ ريفليكس وريل يتأهلوا بس ثم ترتيب الظهر غير لا توقع أنك لازل تلعي مع هذا اللي هنا واللي هنا يلعبون مع اللي هنا بعدين تجي هنا فهمت؟ أي هذول مين؟ لابا وفصول قاعدوا لابا يقدر يلعب خلاص بعد ما خلص اللي هو الألف كتبيه طيب جاي الحين عند ذياب أو متجر ذياب حق الكونكريت عشان نشتريه كونكريت أبيض كونكريت رصاصي فنشوف هذا أو نحتاج كونكريت أبيض والرصاصي إننا راح نسوي شيء نغطي المكان أوكي هنا والد كونكريت راح أشتريه يقول الكثرة استكيم 1 كرو كوين راح أشتريه والله أتوقع نستكيم الكفون بس بأخذ أربعة وبدفع 2 كرو كوين حالياً ونروح نروح مع الريفريكس حق الوال وراح نشتري مننا والرصاصي لأن البنائي اللي نحتاجها نحتاج فيها والرصاصي نحتاج كونكريت أبيض ونحتاج ستون ستون ونتوفر عندنا كميات كبيرة مرة لكن بقي الوال راح نبدأ نبني شيء الأخير أو موش شيء الأخير شيء الأخيرة لو تشوفون وصلنا إلى هذه المرحلة عبينا ساند لو نطلع بره يكون أفضل أوكي أول شيء سوينا الأرضية من ذلك الجهة لو تذكرون هنا كان فيه درج وراقي على فوق وكملنا هذا اللون الرصاصي هذا حق الكونكريت فقعد أفكر هل أشيلنا فورة ولا لا فهي كمنظر حلو لكن ما أدري لو تشوفون هنا هذا هو المكان حقنا حق التشستات لكن ما راح نشيله راح يبقى زي ما هو هذا القزاج أصلا طالع على بره يعني على حافة الشيء اللي بنيته هذا المكان تشوفوا كيف فاضي ما في وضع الشيء نجهز تشست هنا في كل شيء ومجهز الأشياء اللي توني شارية لو تجو من هنا شوفوا كيف منظر هنا خرافي لكن لازم نغير أو لازم نغطي هذا الشيء فعندنا هنا باكتات موية بس تشوفوا كيف المبنى تصار كبير قبل كان عبارة عن دائرة كملة اللي شاف مقطع أوسمس كان في حدود المبنى لكن حاليا كبرنا بصعار شكله رهيب جدا بالنسبة لي فنشوف عد في النهاية وهو شي طلع معنا راح نخرر بهذه الأرضيات شوي لكن راح نسوي زي كذا تعرفوا اللي يقول لك ديت أنت يعني مخي عليك صراحة مخي عليك وهذا الشي بيأخذ وقت لأن المقاسات راح تكون مختلفة بسبة هذا المبنى هذا المبنى ما ودي شي له صراحة لأنه عجبني في نفس الوقت داخل صناديق وداخل غفش فلو بسوي أي شي بيخرب على الباقي مرة يعني ممكن تنشال الصناديق وإن شاء الايتم فريم وإن شاء كل شي إن شاء هذا البناية راح تكون في حق الجاية بإذن الله لكن هنا راح يكون مثل ما تشوفون راح نبدأ نضيف هذا الأشياء هنا في المكان هذا راح تنزرع أو يمكننا نكبرها زي كذا نضيف بعض البلكات اللي راح تكون مثلا بهذا الشكل مثلا زي كذا نضيف هنا مثلا الألوان الأصفر الوردي من ذا الجهة مثلا هنا أصفر راح تضيف بعض البلكات زي كذا يعني معناه الألوان مرة كثير جمعت أغلب الألوان موجودة الأحمر والأصفر والوردي والـ شبكي والله ما أدري طيب لو سوينا هذه كذا أحطينا هذه كذا وأضفنا هذا الشي هنا والله يبغالنا نضيف أكثر من هذا يعني هذه اللي معناه ما أدري هل أصلا هي تنبت في البحر من نفسها ولا إيش ما أدري زي بدأ لازم نستنشق شوي نضيف هذه هذه ما ديش فايداتها صراحة بس إنها حلوي نمذل ما تشوفون هذا هو المبنى لو نقرب لكم شوي شوفوا كيف جدا كبير والأمانة تمنيت إنها أكبر من كذا بس يعني هون بوصلها هنا عندي هذه المنطقة فاضية ما أدري شي تسوي فيها صراحة بس غالبا إن بحط مكان القرويين اللي كان بيكون هنا الصغير هذا احتمال إن أخليه هنا ورا وأرفع المستوى شوي لأن أنا مكسر على مستوى البحر ما أدري إذا أضحتكم في هذا المقطع أو لا في دربات في سبة الشدر فمعنا بقي موارد من هذه الأشياء اللي في البحر لكن حطيت شي أشوف إنه مناسب إلى هذا الوقت ما أدري كيف بيكون الشكل صراحة ما أدري هل أشيل هذا الشي ولا لا له البيت هذا أعتفكرني خلي عندي ما أني عندي بحيرة هنا أخلي وراها بحيرة ثانية وخلي داخلها البيت فعطوني أرائكم موش تسوي بالضبط يعني هذا حس إنه خرب وهذا حس إنه خرب لكن هذا عجبني شكله لكن مكانه غلط صراحة مكانه مر غلط فعطوني أرائكم وحس المساحة لفوق فاضية فاحتمل أن يسوي بها شي عبارة عن بناية مو بناية يعني فيها مخزن ولا شيء لا فلو ندخل هنا نوريكم شو كيف أضفتها عشوائيا كذا شكل عشوائي والله طلع شكله حلو صراحة مطلع شكله حلو ما أخفيكم من شكلها مرة حلو تمنيت إنها أكبر عشان تكون أوضح بنفس الوقت إن الزرع هذا يوصل ليه هنا مثلا قاعد أفكر إن هذا الزرع اللي حطيته أجمع منها أكثر ووصلها إلى السكف مثلا عشان يكون منظره طبيعي مرة يعني هنا حطينا هنا اللوح عشان ما تدخل موية والمخزن حقينا موجود يعني صراحة نودي مخزن أكبر لأن خلاص قربت 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 تفلل تستات في تستات كثير قربت تفلل لكن لازم ننظم أكثر من ناحية البلوكات وهذا الأشياء عشان نطلع بشي اللي نبغاه وهنا قزاز اللي جمعتها جمعت مرة كثير أخر شي ما استخدمته لأن كل شوي غير بناء توقعت إنها بحتاج أكثر وما أحتجت في الأمانة عموة يعطيك ملعافية مشاهدة عذروني على التأخير في هذا المخطأ لكن والله لا ظهيم كل شوي أسوي شي واللي شاف مخطأ أمس يعرف إنه سويت عملية الله يسلامكم جميعا وبس شفكم على خير في أمان الله رأيكم هنشيل ذا والبيت خلوه نبدأ نشيل بيك سلام